السيادات والسادة الحضور لقد استعرضتوا مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبزولها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهديئة بالدفة الغربية حتى يتسنى تسويت القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخرب كما أكدت خلال المباحثات على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومسانداتنا الكاملة للحوار والتفاوض كأحدى أدوات حل النزاعات سعين لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية وبما يحقق مصالح الشعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر